لك أحمد وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه الفقرة التي سنتناول فيها الحديث عن مجريات وتطورات الأوضاع الميدانية والعسكرية في قطاع غزة وأرحب بك سيادة اللواء محمد علي للصمادي ودعنا نبدأ الآن الحديث وقد استعرضنا خارطة قطاع غزة بأبرز المستجدات بحسب متابعتك وفي اليوم التاسع والعشرين بعد الماء من هذه الحرب الظالمة حرب الخذلان والقهر على أهلنا في غزة كان قبل قليل خبر بأنه تم مقتل قائد كتيبة من عصابات القتل الصهيونية في العمليات بالإضافة إلى أنه تم قصد موقع للقيادة والسيطرة بالهاون الثقيل وسط خان يونس تم استهداف قوة إسرائيلية بكمين محكم بالرشاشات والقذائف المضادة للأفراد في منطقة معن جنوب شرق خان يونس مقتل 11 جنديا حسب مصادر إسرائيلية الجيش الإسرائيلي صرح عن جنود عدد اثنين لكن الملفت للنظر اليوم تم تشجيع سبع جنازات بدون الإعلان عن القتلى تم الإجهاز على عشر جنود من نقطة الصفر وهذه مؤكدة في منطقة عبسان الكبيرة من قبل أبطال المقاومة كذلك تم استهداف قوة راجلة بعبوة مضادة للأفراد في عبسان الكبيرة شرق خان يونس استهداف قوة خاصة بتفجير منزل مفخخ وإيقاعهم بين قتيل وجريح وكان هناك رشق صاروخي من كتائب المجاهدين على غلاف غزة الجنوبي نعم طيب نتحول الآن إلى خارطة قطع غزة ودعنا نبدأ من الشمال سيادة اللواء ونرى كيف تسير الآن الأوضاع في الشمال علما بأن القصف البحري والجو أيضا مازال متواصلا يعني هنا في المنطقة الشمالية القوات الإسرائيلية هي موجودة في مواقع تمركزها تمهيدا للقيام بأي عمليات توغل سريعة حسب المعلومات الاستخبارية لديهم ضمن المرحلة الثالثة الأقل كثافة وأخف حدة كان ملاحظ اليوم بعضا من القصف للمنطقة شرق جباليا بالإضافة إلى المنطقة التي تقع أبراج المقوسي التي تقع في المنطقة الشمالية الغربية شمال شرق مخيم الشاطئ كان هناك غارة جوية على تلك المنطقة في منطقة تل الهوى اشتباكات متقطعة نتحرك إلى المنطقة الوسطى محافظة الوسطى كان هناك قصف لمنطقة مخيم لبريج المنطقة الشرقية بالإضافة إلى قصف على منطقة مخيم انصيرات ومن الزوارق البحرية على شواطئ الانصيرات الألوية المتواجدة هي ما زالت تحافظ على مواقعها متموضعة في مواقع دفاعية محصنة في المنطقة الشرقية لمخيم لبريج والمغازي المنطقة التي في وادي غزة القوات الإسرائيلية متموضعة في مواقع دفاعية سواتر ترابية كما ذكرنا عدة مرات سابقا وقامت نقاط تفتيش واستحكامات في تلك المنطقة نتحرك إلى منطقة خان يونس علما بأنه يوجد شح في المعلومات اليوم لجميع محاور القتال بالذات في المنطقة الوسطى والشمالية في منطقة خان يونس كان هناك عمليات اشتباكات عنيفة جدا في منطقة عبسان الجديدة وفي المنطقة الشرقية من منطقة خان يونس كذلك هناك قصف لوسط خان يونس ومنطقة مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وكذلك كان هناك أحزم نارية إلى المنطقة الجنوبية من منطقة خان يونس جنوب منطقة قيزان النجار والمنطقة الواصلة بين منطقة رفح ومنطقة خان يونس هنا أود أن أشير بأنه ليلة الأمس وبعد انتهاء المكالم الهاتفي بين النتنياهو والرئيس الأمريكي وكأنه أخذ الضوء الأخطر للقيام العملية في منطقة رفح حيث أنه في ذلك الوقت اندلعت عمليات عنيفة جدا في رفح في جميع المناطق المنطقة الشمالية كان هناك أحزم نارية وقصف عنيف في المنطقة الشرقية كان هناك قصف من المدفعية الإسرائيلية وكذلك استخدام طائرات الأباتشي الإسرائيلية قصف من المروحيات والمنطقة الغربية كان هناك قصف من الزوارق البحرية وباعتقادي أن ليلة الأمس يعني هذا العملية كانت هي للتغطية على العملية التي قامت بها القوات الإسرائيلية بالإضافة لجهاز الأمن الداخلي الشينبيت وهذا الجهاز هو يرتبط مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي كان المقصود أن يتم خلق حالة من الفزع والهلع والإضطراب ضمن المنطقة نعم نحن نتحدث نحن نتحدث عن منطقة رفح وأهمية منطقة رفح أود أن أشير بأن إسرائيل تعتزم حقيقة أن تشتاح رفح قبل بدء شهر رمضان المبارك مدينة رفح يعني هي من ناحية الأهمية منطقة أهميتها كبيرة جدا يسكنها الآن حوالي مليون وثلاثمئة إلى مليون وخمسمئة ألف علما بأن سكانها سابقا كانوا ميتين وخمسة وسبعين ألف قبل بدء العملية تبعد عن مدينة غزة حوالي ثلاثين كيلو متر ويحدها البحر المتوسط من المنطقة الشمالية ومن الجنوب مصر ومن الشرق الأراضي المحتلة ومن الجهة الشمالية محافظة خان يونس الآن هي من ناحية المساحة ثلاثة وستين كيلو متر مربع وتأتي رقم ثلاثة بعد غزة وخان يونس بالمساحة كما ذكرنا يقطونها كان سابقا ميتين وخمسة وسبعين ألف الآن يعني إسرائيل تحاول ضمن هذه المنطقة بالسيطرة على منطقة محور فيليدلفيا وأن يكون هناك توغل لهذه المنطقة للسيطرة عليها معبر رفح هو بوابتها بالنسبة لجمهورية مصر العربية تضم معبرين اللي هو معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم مع الأراضي المحتلة من الجهة الجنوبية نعم ونحن نتحدث سيطة اللواء عن رفح الآن دعنا نستعرض أيضا الحديث عن ما يتعلق هنا أود أن أشكر أهداف نتنياهو من العملية العسكرية القضاء على جيوب المقاومة المسلحة أن يتم الوصول إلى الأسرة بعضا من الأسرة وكذلك هو يحاول من ضمن هذه العملية أن يقوم بالتهجير ضمن خطة الإبادة الجماعية التي يقوم بتنفيذها وإقامة المنطقة العازلة من بيت حانون شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم وكذلك محاولة السيطرة وبناء الجدار اللي بتمويل من الولايات المتحدة تحت الأرض في منطقة محور فلادلف نعم ويتم العمل الآن على إجلاء النازحين من الخيام وحتى استهداف مخيمات النزوح سيادة اللواء ونحن نتحدث الآن عن ما يتعلق بمدينة رفح تحديدا وما يتعلق بمخيم الشبورة نتحدث عن عملية تحرير الأسيرين وهل ترى بأنها عملية ناجحة بحسب ما تروج الأوساط الإسرائيلية؟ يعني يجب أن نكون منطقيا قد تكون عملية ناجحة من وجهة النظر الإسرائيلي لكن ضمن سلسلة من العمليات الفاشلة نحن نتحدث 129 يوم من العمليات منذ السابع من أكتوبر الآن خلال هذه العمليات جميعا كان هناك في نهاية العام المنصر محاولة لإطلاق صراح أسيرة ودعا الصهاينة بأنه كانت ضمن عملية لكن هذه العملية لم تتم خلال عملية عسكرية إنما تمت بطريقة أخرى هذه أول عملية كما دعا الصهاينة يتم تحرير أسيرين لكن هنا أود أن أشير بأن هؤلاء الأسرة لم يكنوا لدى قوات القسام وكانوا لدى عائلة متواجدة وهذا ما صرحت به الناطق الرسمي يسمي كتاب القسام بأن هؤلاء الأسرة كانوا لدى إحدى العائلات تم إجراء عمليات القصف ليلة الأمس بهذا الشكل وبشكل عنيف جدا وكان هناك تقريبا حوالي مئة شهيد ومئات من المصابين والجرحة تم قصف المناطق في مخيم شبورة بالإضافة إلى الخيم والمناطق السكنية ومحيط المستشفى الكويتي وجميع المناطق للتغطية على هذه العملية قامت القوى الخاصة بالتسلل باللباس المدني إلى هذا المنزل هنا يجب أن نشير بأن عملية الدخول إلى منطقة تواجد الأسيرين هي كانت بناء على معلومات استخبارية لدى الصهاينة وعندما نشير هنا للمعلومات الاستخبارية يجب أن نأخذ بين الاعتبار عمليات إدخال الأدوية وقد حذرنا من هذا سابقا بأنها قد تكون تحتوي على بعضا من الشرائع التي يمكن أن يتم رصدها عبر منظومة الأخبار الصناعية وكذلك عندما نتحدث عن ما يزيد عن مليون وثلاثمائة ألف قد يكون هناك بعضا من العملاء موجودين وتم تمرير هذه المعلومة للقوات الإسرائيلية لكن هذه العملية حقيقة هي موجهة للداخل الإسرائيلي موجهة للدول الداعمة للصهاينة حتى يظهروا بأنهم يحتاجوا إلى مزيد من الدعم للإستمرار ولتحقيق لإظهار للمجتمع الإسرائيلي صورة من صور النجاح لكن حقيقة عندما نتحدث عن هذه الترسان الهائلة من القوات الإسرائيلية في مقابل القوات التي يتحدث عنها النتنيا هو يتحدث عن أربع كتائب ويريد أن يسحق أربع كتائب في مدينة رفح ويقوم يوم الأمس بتنفيذ تقريبا حوالي خمسين غارة جوية بالإضافة للطائرات العمودية بالإضافة إلى القصف المدفعي بالإضافة إلى القصف من الزوارق البحرية يعني كانت ساحة حرب للتحرير أسيرين علما بأنهم لم يكونوا لدى الفصائل المسلحة لكن هذه العملية تؤدي إلى قتل العديد من الأسراء هنا أود أن أشير بأنه كان خلال الأيام الماضية مقتل أسيرين وكان هناك ثمانية من الأسراء أصيبوا بجراح خطرة اليوم صرحت كتاب القسام بأنه تم وفاة ثلاثة من الذين كانوا بجراح خطرة لذلك الآن صار العدد من العشرة خمس قتلى وخمس ما زالوا بجراح خطرة الآن هذه العمليات التي يقوم بها نتنياهو وعصابات القتل الصهيونية ستؤدي إلى قتل المزيد من الأسراء الإسرائيليين نحن المسلمين لا نقوم بقتل الأسير ولا أعتقد بأن حماس أو الفصائل المسلحة سيقومون بقتل أي من الأسير لا بل أخلاقنا تدفعنا وتجبرنا على أن نحمي الأسير ولا نقوم بإذاءه لكن إن استمرت هذه العمليات ستؤدي إلى قتل المزيد من الأسراء الصهاينة وهذه عملية للمماطلة لعدم الجلوس على طاولة المفاوضات مع أبطال القسام والفصائل المسلحة أو مع حركة حماس لإجراء عملية تفاوض بخصوص تبادل الأسراء هذا ما ستفسح عنه طبعا مفاوضات الغد في القاهرة وكل الشكر أود أن نضيف إضافة بسيطة جدا عندما نتحدث عن عملية اقتحام مخيم رفح باعتقادي بأن أهلنا في جمهورية مصر العربية قادرين على أن يفعلوا كثير مصر لديها الجيش الثاني والثالث المصري وعليها التزام أخلاقي عندما إسرائيل احتلت غزة احتلتها وكانت تحت السيطرة المصرية وعندما نتحدث عن الجيشين الثاني والثالث المصري قادرين كما يقول نتنياهو سحق أربع كتاب الجيش الثاني والثالث المصري إذا توفرت الإرادة السياسية قادر على أن يسحق عصابات القتل الصيوني بأقل من سبع أيام قتال في ظل حتمية كما فهمت منك هذه الحرب العسكرية على رفح نتمنى بالفعل أن يكون هناك حراك من هذا النوع كما تفضلت سيطرة اللواء وأنا أشكرك على مجمل هذه التفاصيل الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد علي لصماضي شكرا لك